السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم إن شاء الله اليوم نقوم بالتصوير وعرض عمل للأستاذ مصطفى حليم رحمه الله لغرض التوفيق وهو العمل من مقتنياتي الشخصية العمل هو بخط النسخ درس حروف بخط النسخ مع بسملة مع نقاط مع حركات التجينية والحركات الإعرابية بخط النسخ هنا الأستاذ مصطفى حليم كتب هذا الدرس خصيصا لأحد طلبته وهي شيدة حسب ما مذكور بالاسم كتبه عام 1955 ميلادي مع البسملة طبعا هذا العمل ملسوق ومع بالإضافة هذا الأبرو الأبرو أيضا للأستاذ الكبير مصطفى دوزيكونمان وهو من الأستاذة الأستاذة المعروفين في تركيا في فن الأبرو نلاحظ من قريب نبدأ نشوف طبعا الكتابة على ورق عادي ورق غير مقهر أول شي نجعل بسملة كتابة البسملة بالدرس نشوف مثلا تفاصيل الميم طبعا أنا كثير ما يعجبني كتابة الأستاذ حليم بدن خط النسخ أيضا مع بقية الخطوط نحن على التوقيع معلمه الفقير الحاج مصطفى حليم والتاريخ واسم التلميذة اللي كتاب إلها نأتي بعد ما شفنا أيضا البسملة نأتي أيضا على كلمة نسخ ومن ثم طبعا سلوب مصطفى حليم بخط النسخ مختلف عن شوقي هنا يشرح النقطة والنقطة مع بعض والثلاث نقاط بهذا الشكل والثلاث نقاط اللي أسفل اللي تكون بهذا الشكل هاي في موجودة في الحروف العثمانية وأيضا إذا جدت النقاط بهذا الشكل مع نبدأ الهمزة السكون الشدة همزة الوصل المد الألف الخنجرية الفتحة والكسرة الكسرة تكون أقصر من الفتحة بكل الخط النسخ طبعا هذا السطر اللي وضعه هو اللي فوق السطر واللي تحت السطر مثلا الضمة اللي فوق السطر تنوين الضمة الضمة ثلاث مرات مكتوبة التنوين بكل حالات اللي فوق السطر وهذا هو السطر الحروف اللي تصعد فوق السطر واللي تحت السطر طبعا أي شيء فوق هذا السطر هو للأعلى نجي على حرف الألف طبعا هنا بل ستلاحظون مرة تكلمنا بهالموضوع الحبر اللي كتب بأستاذ حليم بحديد بحديد فلهذا نشوف أكون صدق حول الحرف على الورقة صدق الحديد اللي موجود اللي موجود بنقطة الباء الأليفات واضح ما أعرف يومكم ليه طبع واضح أم لا هنا جاء الأليف مع الهمزة الأليف البدون الحرف مع المد مع حرف الباء والتاء والباء باللغة العثمانية والثاء والجيم والجاء والحاء والخاء دال ذال راء زين والزه اللي يذكر بهذا النقاط كيف نكتبها لأن أبجديات اللغة العثمانية تختلف عن أبجديات اللغة العربية ولكن هي كلها حروف عربية نرجو عن دقق ها والأقرب مثلا حرف الحا دائما يكتبه في تفاصيل حلوة حرف الدال أيضا وأن هذا الورق عينت عن قرب الورق غير مقهر نهائيا وهذا هو الأبرو احتمال أحاول أعطي ملزغرف أنه يعمل لي بين الورقة وبين الأبرو على الورق يعمل لين شريط بالذهب يكون أحلى أعتقد هذه علامة المشق علامة المشق أي الدرس من أما ينطي درس يضع هذه العلامة اللي هي تكتب من هنا تبدي هذا الشكل دائما تكتب اللي هي يكتبها أيضا في أمشاق شوقي نرى الأستاذ محمد شوقي يكتبها حبيت أن أذكر لكم وأعرضها لكم حاول نشوف قياساتها قياساتها كلها 21 30.5 30.5 21 هذا حجمها كامل وحجم القلم أقل من 1.4 يعتبر 1.4 طبعا القلم واحد ملم ولكن لما يكتب على ورق غير مقهر الحبر يكون أسمك ممكن سأقوم بعد تقريب هذا أخوش تقريب تقريبا واحد ملم فارسة واحد بالعشرح لنشوف شوفوا الورق هنا الورق الكتابة عليها ليس سهلا نشوف التوقيع اعتقد هي شيء اوضح الكتابة اذا تكون على ورق خشن غير مقهر يكون الحبر نوعا ما سميك سيال نفس الوقت حبر عربي حرف الحاء حبيت انه اعرض لكم نعمل ارشيف توثيق للوحة وان شاء الله نعمل للوحات اخرى ايضا من مقتنياتي نعملها فيديو وننشرها وشكرا لكم